موسيقى مشاهدين الكرام بنرحب بحضراتكم مرة تانية ولسا مستمرين معاكم في فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد الحقيقة انه العلاقات المصرية التركية توططت بشكل كبير جدا خاصة بعد ثورة 25 يناير كمان الحلم التركي اصبح يراود ازهان الكثير من المصريين بعدما عرفنا انه هيوصل للحكم هو طيار اسلامي سياسي الكل قلق والكل خاف لانها كانت التجربة الاولى لينا كمصريين انه يحكمنا طيار سيامي سياسي او يكون الاغلبية من الحاكمين هما من الطيار السياسي الاسلامي اتقال انه لا ليه ما تقلقوش ده في تجربة نجحة جدا في تركيا وبيحكمها ايضا طيار اسلامي سياسي وفي منتهى النجاح وطيار يسعى للنهضة وتقدم كبير جدا حاصل في تركيا ولكن في تركيا الاكثرية تقبل الاقلية الاكثرية تحافظ على حقوق الاقلية الكل بيقبل بعضه اه فيه اطياف مختلفة فيه اشكال مختلفة فيه طباع مختلفة وناس مختلفة والتجاهات مختلفة ولكن الكل هناك بيقبل بعضه ومحدش ليه دعوة بحد ومحدش بيحكم بحاجة على حد هو ده اللي كان او هو ده اللي بيميز الحكم الطيار السياسي الاسلامي في تركيا بعد زيارة السيد الرئيس دكتور محمد مرسي لتركيا والكلام عن مشاريع والكلام عن استثمارات والكلام عن زيادة الاستثمارات ما بين مصر وما بين تركيا الحقيقة انه حقيقي كان في حالات كتير مفيدة بعد هذه الزيارة النهاردة هنتكلم عن زيارة الرئيس دكتور محمد مرسي لتركيا وهنتكلم عن العلاقات المصرية التركية مع الاستاذ عبدالله عيدوغان وهو عبدالله عيدوغان وهو مدير وكالة ساتا التركيا استاذ عبدالله اهلا بحضرتك معنا النهاردة اهلا اهلا منورنا الحقيقة في البداية احب اعرف بس من حضرتك هو الزيارة اللي حصلت او اللي قام بيها السيد الرئيس دكتور محمد مرسي لتركيا في تركيا كنت شايفينها ازاي يعني اثمارت عن ايه زيارة زي كده زيارة مهمة جدا لان خاصة كما فضلت حضرتك بعد 25 يناير بعد الثورة العلاقات التركية المصرية بدأ يزيد لان رئيس مرسي قبل ذلك زار سعودية وايران وألقى هناك كلمات ايضا رأينا هذه المرة ألقى كلمة مهمة في تركيا وهناك اشارة الى نقط معينة خاصة اشارة الى تاريخ مشترك بيننا وثقافة مشتركة وحضارة مشتركة هذه الزيارة خاصة تنصب الى العلاقات الاقتصادية اكثر لان هناك علاقات التجارية بين تركيا ومصر في السنوات الاخيرة زاد كتا يعني مثلا قبل 2005 كانت هناك حجم التجارة من نص مليار دولار دلوقتي اكثر من ثلاثة مليار دولار ونص يعني زاد ستة او خمسة ادعف اذا هناك علاقات الاقتصادية تزداد ونحن سنرى في المستقبل القريب علاقات السياسية والاجتماعية وحتى عسكرية ايضا ستزداد ما بين مصر وما بين تركيا وتم تفعيل الاقتراحات او الاتفاقات دي بالفعل سيد عبدالله طبعا هناك رئيس مرسي قال لا بد وأن نلغي التأشيرات الموجودة بين البلدين ما بين مصر وما بين تركيا لان هناك على تعاولة المفاوضات من تقريبا تلات اربع اربع سنوات كان هناك اختراحات تركيا كي نلغي التأشيرات لكن لم تكن نصيب انا اظن في الفترة القادمة سنشر التأشيرات وأي مصري يريد أن يزور تركيا سيزور تركيا يريد أن يعمل أي عمل في تركيا سيكون له مفتوح كل أبواب تركيا وكل أسواق تركيا إذن في الفترة القادمة القريبة سنشاهد العلاقات التركية المصرية ستزيد جميل جدا الرئيس دكتور محمد مرسي حضر المؤتمر العام الرابع لحزب العدالة والتنمية وهو حزب الأغلبية الموجود في تركيا عايزة أعرف أكتر عن المؤتمر وعايزة أعرف أكتر عن صفات هذا الحزب لأنه زي ما كنت بقول في المقدمة أنه لما وصل حزب الحرية والعدالة اللي هو الحزب الأغلبية في مصر واللي بيتبع لي طبعا الرئيس دكتور محمد مرسي هو كان رئيس حزب الحرية والعدالة كانت الناس كلها متخوفة وكانت التجربة التركية قدامنا هي الأمل أو هي الصورة الواضحة اللي الكل كان بيقول أنه ما تقلقوش ده في تجربة نجحة جدا ساعة للنهضة وساعة للتنمية وساعة للتطوير في تركيا فيهمني أعرف معلومات أكتر أولا عن المؤتمر الرابع لهذا الحزب أو الحزب الأغلبية في تركيا وعن سمات هذا الحزب أهم صفاته يعني هو طبعا هذا الهزب في آخر عشر سنوات هو حزب الحاكم في تركيا هذا أول حزب في تاريخ تركيا قريب من مئة عام لم تكن في السياسة التركية أي حزب دخل انتخابات في ثلاث فترات ونجح فيها وكل مرة تزداد نسبة الأصوات لم تحصل في تاريخ تركيا لأن هذا الحزب خدوم يختم الناس لا يهتم بلبس الناس ولا بعادات والتقاليد الناس ولا يتدخل كيف تعيش هو يختم أهم صفاته لهذا الحزب لأن قبل عشر سنوات تركيا كانت هناك أزمة اقتصادية شديدة جدا لأن حصل سنة 97 تدخل عسكري تقريبا انقلاب تركيا الجيش تدخل بطريقة معينة شل الهكومة بعد ذلك جاء بهكومات الاقتلافية هذه الهكومات لم تنجحوا ونحن دخلنا في الأزمة الاقتصادية تعحنة جدا حتى بعض الشركات كثير طلعوا ناس الذين يشتغلون فيه بعض الشركات اضطروا أن ينزلوا الراتب للعاملين لنص نص لأنه هناك كان أزمة بالنسبة للتجربة التركية الناجحة أنا أرى هذه تجربة ممكن نقول تجربة مصرية في نفس الوقت لأن في مصر هناك مركتان عالميتان ربما أنتم بعض الناس لا يأخذ باله واحد منه تم تأسيسه قبل ألف عام وهو الأزهر الأزهر له خارجين في العالم الإسلامي كله هناك يعني هم جسر بين مصر والدول الآخر شيء آخر هناك فكرة إخوانية أنا لا أريد أن أمضح ولا أن أقول لي شيء لكن هناك فكرة إخوانية أثرت في أكثر من 80 دولة في العالم طبعا تركيا أيضا تأثرت من هذه الفكرة كانت هناك فكرة من لجوريش كان نجمة أربكان كان هو أفكار شبه الإخوان هنا رجب طيب أردوان وزملائه كان لهم وجهة نظر مختلف شوية انفصلوا عن أربكان وبعد ذلك أسسوا حزبهم وجاءوا للحكم لكنهم وجهة نظرهم مختلفة شوية هم مهتمين للاقتصاد أكثر منفتحين أكثر للعالم بدل ما يقولوا حوالين التركيا فيها مشاكل فيها أعداء لا يقولوا هنا كلنا دول جيدة لا بد أن تكون هناك علاقة جيدة أكيد ولهذا جاء من هنا تصفير مشاكل بينها ولكن حزبي لا يتدخل في الحريات الشخصية لا لا أبدا لا يتدخل لا يتدخل في حريات الأخرين يقبل الأقلية يحافظ على حقوق الأقلية وهي دي يعني أهم الميزة فيه أفتكر طبعا أنتم كما ترون في المسلسلات التركية في السنوات الأخيرة هل ترون هناك أي تدخل؟ خالص بالعكس كل يشتغل فنان يشتغل في فنه والرسام يشتغل في يرسم رجال أعمال يشتغلون حرية اللبس حرية التعبير حرية المظهر يعني كل الحريات يعني الحقيقة موجودة والكل يحترم كل يحترم كل يحترم وليس منها كمخاوف أنا أيضا لا أرى أي مخاوف في مصر مفيش واحدة نازلة لابسة قصير خايفة أن يجي حد من طيار إسلامي يهجمها أو يقتلها أو يواجهها بشكل مش مظبوط وهو ده اللي حصل في تركيا لا هتشوف حضرتك فيه هذه المخاوف كانوا يقولون نفس الكلام عندنا وأنا أرى أيضا يقال نفس الكلام المعارضة كان يقول عندنا أردوغان أردوغان يأخذ تعليمات من أمريكا أنا أسمع دلوقتي بعض الناس يقول وحقوق الأقليات وحقوق كل الناس الأقباط مثلا الأقباط المسحيين يعني كل الحريات وكل التواقف الموجودة في مصر بنتمنى أنها تكون بالزبط كده زي تركيا شوف حضرتك مثلا عندنا كان كنيسة أرمن في ولاية وان في هذه الكنيسة كانت معفول أكثر من سبعين عاما أردوغان هو فتح الكنيسة هناك كنيسة أخرى في مدينة ترابزون أردوغان هو رمام الكنيسة وفتح الكنيسة ليس أي مشكلة في الديانات جميل لأن إسلام نفسه يحترب الديانات أخرى طبعا وده اللي أكد علي الرئيس دكتور محمد مرسي في كل اخطاباته الحقيقة داخل وخارج مصر نرجع مرة تانية لها العلاقات التركية المصرية والتوافق اللي حاصل ما بين البلدين على الموقف السوري أو الموقف تجاه الملف السوري حدثتك شايف ده إزاي وحدثتك شايف أن حقيقي توافق البلدين ممكن يتم تفعيله على أرض الواقع إزاي هناك مبادرة مصرية كما تعلمون هناك مبادرة رباعية لقضية السورية هناك تركيا رئيس مرسي دعا تركيا وإيران والسعودية ومصر وفعلا الوزراء الخارجية تجمعوا في مصر في المستقبل القريب سيكون هناك تطورات أكثر وهناك سيكون لقاءات أكثر لحل قضية سوريا لأن تركيا بين سوريا وتركيا هدوط قريب من ألف كيلومتر أي شيء تحدث في سوريا تؤثر في تركيا أيضا بعض الناس في الجنوب جنوب قريبين من هدوط سوريا بدأوا أن يهاجروا أتراك سيساب بيوتهم لأن أحيانا يأتي الغنابل في البيوت أحيانا نرى في إزايز البيوت ينكسر من شدة الغنابل أحيانا يأتي الرصاص هناك توافق بين تركيا ومصر بنسبة القضية السورية لأن طرفان يؤمنان أن هناك نظام قامعي وظالم يظلم الشعوبه وطرفان يريد أن يحل هذه المشكلة بطريقة سلمية بطريقة من دون تدخل أجنبي طرفان متفقان على هذا كما قال الرئيس مورسي أيضا في المؤتمر في تركيا كيف كانت المباحثات للرئيس مورسي في تركيا وماذا عن مقابلته بالرئيس عبدالله جون هناك كان اللقاء في هناك في القصر قصر الرئاسي هناك اللقاء سنائي طرفان ناقشوا في العلاقات التركية المصرية في التجارية والسياسية والاقتصادية خاصة القضايا الدولية والإقليمية طبعا فيها كان الملف السوري مهم جدا وملف الفلسطيني أيضا الآن هناك تقارب في الواجهات النظر في القضية الفلسطينية أيضا خاصة بعد حجوم الجيش الإسرائيلي في مارمرة الزرقاء سفينة مارمرة الزرقاء وقتهم تسعة من الأتراق كانت تركيا دائما تدعم القضية الفلسطينية لكن كانت هناك علاقات مع إسرائيل أيضا كانت مستمرة بعد هذا الهجوم علاقات مع إسرائيل بدأ يقل ودعم القضية الفلسطينية أكثر بدأ تزداد هناك في المنطقة طرفان يتفقان في الأمور في المشاكل في القضايا مهمة مثل الفلسطين والسوريا وفقت كمان تركيا على قرض مصر مليار دولار هو أصلا مليارين دولار لكن مليار هو قرض مليار الثاني سيكون هناك استثمار للرجال الأعمال في مصر إذن هناك مادام استثمار سيكون هنا سيبنون المصانع وفي هذه المصانع سيشتغل فيها مصريين إذن تشغيل أيدي عاملة يعني فيها هيكون في قرض هيتم تشغيله والاستثمار ويعني هيشتغلوا بها على طول وفي قرض تاني هذا اللي هيتم إعطاءه صحيح 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 لأن هنا مليارين مليار هو القرض مليار الثاني هو استثمار في مصر هيستثماره في مصر بمليار صحيح وهذا يعتبر مليارين دولار أي لأن المصانع الذين سيكون هناك في المستقبل القريب أصلا الآن في مصر كثير مصانع تركيا رجال أعمال مثلا قبل عشر سنين لم يكنوا موجودين في مصر الآن كثير وحتى هنا موجود جميع رجال أعمال مصريين والأتراق أيضا الاتفاءات الاقتصادية كمان اللي حصلت في الأوقات الأخيرة ما بين مصر ما بين تركيا أي كان أهمها غير المليارين اللي هو واحد منهم سيتم قرضه والآخر سيتم تشغيله هو طبعا نحن بيننا بين تركيا ومصر بحر الأبيض المتوسط أي نحن جيران نحن في الشمال وأنتم في الجنوب نحن دولتان جارتان هناك كانت تقريبا قبل سنة مناورة عسكرية في البحر بين الطرفين سيكون في البحر الأبيض المتوسط بعض المشاريع منها الغاز الطبيعي لإخراج غاز الطبيعي سيكون هناك تعاون وأيضا تركيا في السوق يريد أن ينفتح إلى الدول الأفريقية ومصر بالنسبة لتركيا تعتبر بوابة مهمة للدول الأفريقية أيضا تركيا تعتبر store لي검 المحسل والقوقاس ومصر بالدول لأسيا والذزين والقوقاس معزما . تركيا لها بعض القوية و辛 Stravas متينة مع دول البلقان هناك أيضا شعوب تركيا ، مصر والتركيا أن يريدون أن يتعاون ليس فقط في أفريقيا بل هو في الأسيا الوسطى أيضا في القوقاس وفي البلقان كل بلد بالنسبة للآخر منفذ لبلاد أخرى طبعا هناك مصالح مشتركة وهذا ليس عيب في السياسة بل هناك أيضا حسيس في المشاعر فوق المصالح مثلا هناك نرى بين أمريكا وإسرائيل مصالح لكن هل هو فقط مصالح في شيء فوق المصالح هناك مثلا بين إيران وسوريا وهل هو مصالح فقط في شيء فوق المصالح يعني حسيس في مشاعر ربما نحن نتمنى في المستقبل القريب سيكون هذه العلاقات التركية المصرية هناك ستكون شيء فوق المصالح المضية يبقى في حاجات تانية يعني غير أنه بس يبقى مصالح مادية وعلاقات فقط سياسية ولكن كمان يوجد محبة ويوجد حالة من الألفة اللي حصل ما بين الشعب التركي كمان والشعب المصري في الفترات اللي فاتت كان فيه مصرين كتير جدا بتسافروا واللسل الحضرات بيسافروا كتير جدا لتركيا والعكس صحيح الحقيق صحيح مثلا عندنا بدأ في السنوات الأخيرة الناس بدأوا أن يتعلموا اللغة العربية كثير جدا في المدارس الآن في كل المدارس في تركيا هذه السنة بدأنا قرآن الكريم وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام واللغة العربية أصبح درس موجودة في المنهجة التركي موجودة في المنهجة التركي لكن اختياري في مصر أيضا هنا مركز ثقافة التركي كل سنة يتعلم تقريبا 500 طالب وطالبة اللغة تركية إذن هناك علاقات الثقافية ثقافية وسياسية وإنسانية وتجارية واقتصادية يعني هناك الكثير من العلاقات ما بين مصر وتركيا ونتمنى أنها دايما تدوم وتبقى أكتر إن شاء الله سؤالنا الأخير لحارتك أستاذ عبدالله وهو عن أن السنوات الأخيرة للتركيا كانت السياسات الخارجية والدولية لها تتجه أكتر نحو أوروبا من سنوات قليلة ابتدت السياسات الخارجية والدولية اللي تتجه أكتر للدول العربية ده حصل ليه من وجهة نظر حردك أو يعني ده فصل لنا ليه الموقف التركي ده حصل هناك سببان سبب الأولاني تركيا تقريبا غريب من أربعين عاما يريد أن نضم إلى الاتحاد الأوروبي لم يكن هناك تقدم إيجابي شيء آخر المجيء للحكم أردوغان بزملائه هذه النقطتان لعبوا دوره كبير جدا ربما لو لم يكن الحزب الحاكم في الحكمة الآن ربما ما كان شيء يهتم بالدول العربية أو بالدول الشرق الأوسط مجيء لحكم أردوغان في تركيا وأيضا العقبات التي يدعون الدول الأوروبية لإندمام تركيا للاتحاد الأوروبي سببا لكن السبب الأساس الحقيقي هو من وجهة نظري أن في تركيا الآن آخر عشر سنين يحكمها تركيا أناس يحبون الشرق الأوسط ويقولون أن نحن شرق الأوسطيون ويقبلون الجيران ويقبلون أنهم قريبين من دول العربية والإسلامية ليس عندهم أي مشاكل أن يكونوا قريبا من هذه المنطقة جميل جدا نحن نتمنى أنه دايما يكون فيه توسع أكتر وأكتر في العلاقات المصرية والتركية نحن شخصين كمصريين نحب الشعب التركي جدا ونحب تركيا جدا كبلد وأعتقد أنه العكس كمان صحيح نحب كمان المسلسلات التركي جدا في حالة اقتحام للدراما التركية الحقيقة نجاح كبير جدا وفيه كمان واجه شبه ما بيننا وما بينكو احنا باتنين دماغنا ناشف قوي يعني دايما يقولوا التراكوة عامين زي السعيدة كده عندنا في مصر والعكس صحيح بنتمنى لحالاتها كل التوفيق ونتمنى لكل العلاقات المصرية الخارجية بتركيا وبغير تركيا كل التوفيق أستاذ عبدالله أيدو غانوة ومدير وكالة أنباء ساتة التركية بشكر حالتك على وجودك معنا ونهار حالتك سعيد شكرا أبوناك مش زي مشاهدينا الكرام خلينا نروح لفاصلة ونرجع معنا لسا فقرة في نهارك سعيد تابعونا